هناك أمورا خطيرة مهد إقليمية مهددة لأمن العراق ما استدعت هذه الزيارة بعد غياب دامة لست سنوات السيد مسعود برزاني أما أن ربما هذه الزيارة كانت مقررة مسبقا لم تكن مقررة حسب معلوماتي أن هذه الزيارة جاءت من خلال وساطات شخصيات عراقية أدت إلى ترتيب هذه الزيارة وأن هناك دعوات أيضا من الأصدقاء من الخارج وزيارات أو لقاءات الرئيس مسعود برزاني اليوم في بغداد مثلا تعطينا مؤشر أن هناك ترحيبا دوليا وإقليميا وداخليا بهذه الزيارة الوضع في العراق هناك ملفات شائكة ومعقدة هناك مثلا التدخل التركي أو التوغل العسكري التركي الواضح في مناطق في إقليم كردستان هناك المشاكل والتهديدات حول عدم تنفيذ اتفاقية سنجار هناك مشاكل كبيرة في بعض الجزئيات الأخرى مثل عدم معالجة موضوع مجلس محافظة كاركوك وأيضا هناك طموح كردية لاسيما من الحزب الديمقراطي الكردستاني والشخص الرئيس مسعود البارزاني بأن هناك انتخابات برلمانية قريبة بعد أشهر في إقليم كردستان ويحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني أن ينكسب الشارع الكردي أكثر باعتباره يتصدى لحكومة الإقليم الأجواء الإيجابية الموجودة الآن بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية والتي رأينا وتلمسناها أمس في قرار المحكمة وكتاب المحكمة الاتحادية في موضوع عملية التوطين هي عملية مساهمة وخطوة مساهمة لتقوية شوكة حكومة إقليم كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي الكردستاني كل هذه الأمور تداخلت وجعلت من الزيارة تكون في وقت مهم جدا وحساس يحتاج فيه العراقيين بكردهم وسنتهم وشيعتهم الاجتماع واللقاء والمصارحة من أجل الخروج بموضوع مهين أيضا الزيارة تحمل حسب معلوماتي وساطات لا سيما بين المكون السني والقيادات السنية من أجل التوصل إلى معالجة موضوع انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب العراقي